مجلس النواب وخدمات الخاضعة لكل من الانتقائية والقيمة المضافة ثم ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة الثالثة عشر من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم رقم 25 لسنة 2021 وإحالته إلى مجلس الشورى وقد وافق المجلس أيضا على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية لعام 2019-2020 وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة وافق مجلس النواب في جلسة اليوم بجمع الحضور على الموافقة على مرسوم بقانون بشأن تعديل غانون التدابير والعقوبات البديلة هذا المرسوم لا شك أنه سيكون إضافة لسجل البحرية الناصع في مجال حق الإنسان هذا المرسوم طبعا توسع في تطبيق العقوبات البديلة حيث سمح لغاضي تنفيذ العقاب وكذلك سمح للجهة المعنية وزارة الداخلية بالتقدم بطلب استبدال العقوبة من اليوم الأول وغبل أيضا تنفيذ العقوبة وهذا لا شك أن تعديل يصب في صالح وتمهيل كذلك لموضوع الذي حلينه حديث الساعة وهو موضوع السجن المفتوح الذي إن شاء الله سيعرض على المجلس الموقع وعلى لجنة الشؤون الخارجي والدفاع الموطني بالذات القانون سنة 76 تعديلة للجوازات السفر هذا المشروع طبعا هو مشروع يهدف إلى جعل البطاقة والتقنية الجديدة تدخل في القانون بالنسبة إلى الوافدين أو أي أحد بيزور مملكة البحرين ما نمشي على له القانون الجديد اللي لازم تكون فيه تأشيرة ورقية وديفة مملكة البحرين لازم تواكب التقنيات الجديدة اللي حاصلة حين وتكون متحدثة وياهم وهذا ما رمى إليه هذا المشروع الهدف الرئيسي فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر